اختمت منافسات الأسبوع الثاني وحضر منافسات المسابقة سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمحبين للرياضة التراثية وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن بالغ سعادته بروح المنافسة العالية التي أظهرها المشاركين بعد انقضاء أسبوعين من المسابقة إذ اتسم الأداء بالقوة والإثارة في مختلف المسابقات التي وصلت لمرحلة متقدمة من الاحترافية والتميز واثنيا سمو على الاتزام لجميع المشاركين بتعليمات اللجنة المنظمة وقرارات لجنة التحكيم الأمر الذي أسهم بخروج المسابقة بصورة مميزة خلال الأسبوعين الأولين وقال سموه إن مستوى المنافسة يشهد تصاعدا مع مرور الأسابيع في ظل زيادة الاحتكاك ومعرفة المتسابقين مستويات منافسهم وتأهل نخبة المشاركين إلى الأدوار النهائية مما يعطي صورة بالمستوى العالي الذي ستظهره به المنافسة في الأسابيع المقبلة مؤنئا سموه الفائزين والمتأهلين للمراحل النهائية في الأسبوعين الأول والثاني متمنيا لجميع المشاركين كل التوفيق في الأسابيع المقبلة في المنافسات وأشهد سموه باللجنة المنظمة ولجان الفنية والإدارية والإعلامية التابعة لها التي كان لها دور مميز في خروج المنافسات في الأسبوعين الأولين بصورة مبهرة تليق بالسمعة والمكانة التي وصلت إليها البطولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر